في الحديدة اقتحمت ميليشيات الحوثي الانقلابية عددا من المنازل المواطنين في مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة وقامت الميليشيات الحوثية بطردهم من هذه المنازل بالقوة ونشرت مسلحها في تلك المنازل وحولتها إلى مواقع قتالية وفادت مصادر محلية أن الميليشيات الانقلابية نشرت القناصة في بعض المنازل والمباني لمنع تقدم قوات الجيش الوطني لسيما في الجبهة الشمالية الغربية للمدينة كما أغلقت الميليشيات الطريق الشرقي في قرية الشجن ومنعت نزوح المواطنين من مناطق الاشتباكات وأجبرتهم على البقاء لاستخدامهم دروعا بشرية هذا وتواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شن هجماتها المكثفة على مركز مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة لتحريرها من قبضة ميليشيات الحوث الإيرانية وأفادت مصادر ميدانية أن الشباكات عنيفة تدور عند المدخل الشمالي الغربي لمركز المديرية نتج عنها مقتل وإصابة عشرات من عناصر الميليشيات وفرار العديد منهم